اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهى الشوت الاول وفي انتظار باذن الله انتلاق الشوت التالي ويقدر منتخب سبعتاشر سنة مع الكابتين احمد الجاس يتدارك النتيجة ويقدر يتعدل ويتقدم لان المكسب كمان في هذا اللقاء هام جدا لمنتخب الناشئين لذلك هدخل كده على طول في نتاج هذه المباريات مع الاستاذ عبدالمنعيم فاهمي ناقد الرياضي ومدير تحرير الاهرام الرياضي استاذ عبدالمنعيم منور الدنيا وصعدة بوجودك معنا على شاشة قناة الاهلي نورك يا محمد اخبارك ايه الحمد لله برية كله تمام الحمد لله رأيه كيف نتاجي نتمنى تنتهي المباريات لسه شغالة منتخب الشباب لسه يعني في الجهة تالتة من الوضع بدل الضايا بص انا شايف ان المنتخبات الناشئين في مصر خلال المباريات الاخيرة تحديدا في البطولتين اللي بيلعب فيهم اللي البطولة بتاعت بيلعب فيها فريق احمد الكاس والفريق والبتاع ميكالي مش احسن حاجة يعني الدنيا مش متزبطة الدنيا مش وردية بالنسبة للبراعم اللي هي طالعة المفروض تكون نواري المنتخب الوطني انا احساسي ان احنا عندنا احسن من كده عندنا مفروض وعندنا لعبين احسن من كده بكتير او المدير بص ده حديدا انا ميكالي حاسه ان هوش موفق احساسي ان هوش موفق ليه يعني مش هو ميكالي بتاع المنتخب الولمبي مش هو ميكالي اللي عنده الحلول مش هو ميكالي اللي بيحفظ لعبته مش هو ميكالي اللي بيخلي اللعيب مختلف تماما واسلوبه مختلف وأداءه مختلف وبطور من الأداء وطلع عليك 5-6 لعيبة بنعبه مع منتخب حسام حسن مش هو ميكالي ده الأمور لسه مش واضحة مع المنتخب في التفاصيل الدقيقة والتفاصيل الفنية يمكن عشان لسه جاي ممكن لكن في النهاية يخلي بالحضر لك المدرب الجيد واللي بيقدر يحط ييده على تفاصيل دقيقة في أوقات ما هو مدرب أجنبي ليه أنا جاي مدرب أجنبي ليه وليه وخليه مستمر ما فيه طفرة مختلفة عنده قدرة على أنه يلهم لعبته قدرة على أنه يطور في أداء لعبته لأنه أنت ماسك منتخب ناشئين عشان تطور فيه عشان تدي خبراتك للعيبة دي ويظهر في الملعب أنا المتشاطة أني شفتها المنتخب بتاع ميكالي مع الأسف ما كانش فيه ولا حاجة منديد حسيت أنهما اللعبة مش عارفة توقف اللعبة مش عارفة تباصي بالشكل السليم ممكن مع طوال المباريات مع طوال البطولات مع الدأهل لكاس الأمم الدنيا هتبقى مختلفة تماما لكن أنا البدايات معجبتنيش نهائي مع منتخب ميكالي حسيت أن الأمور مش على ما يرام وده يخلينا نخش في قضية تانية سريعا أنه قطاعات الناشئين عندنا في الأندية المصرية محتاجة إلى عادة نظر مش عادة نظر بس انسف حمامك القديم وضع شروط وضع قوانين وضع أسس ولواحن لأن الأساسي تكون هذه القطاعات نواة مهمة للأندية بدلا من الشراء والإصراف في الشراء لا القطاعات الناشئين في الأندية لازم تكون نواة للأندية ومفرخها للأندية بدلا من يعني الناس بتخش الأندية والاختبارات والكلام ده وتعالي في الممارسات التي تحصل في الاختبارات والفلوس والتسنين والفضايا الكترة جداً دي بتخلينا في الآخر نشوف نتاج سيء للمنتخبات لما توصل للمراحل اللي هي بتلعب فيها على المستوى الدولي مع الأسف المكسب ده بيبدي حظوص بنسبة معينة للمنتخب لأنه برضو أنا سمعت تصراحات لميكالي أنا جاي وألولي أن مصر ممكن تنظم البطولة فهل الإحساس ده بيخليك حتى داخل التصفيات وإنت مش مهتم كلمة ألولو دي صعب ألولي ألولي ولا ألولو لا ألولو ألولو لأنه طالما ألولو يبقى كلام مش رسمي فأكيد اللي بيقولي الكلام دي يكون على قدر المسئولية وفي نفس التوقيت هو مدير الفني مفروض رجل عنده خبرة بالمصريين وعنده خبرة بالتعامل مع الشارع المصري قبل ما يكون مع المسئول المصريين فعارف أنه بيعمل إيه فبالتالي هذه الوعود ينحيها جاربا ويخليه في الواقع اللي قدامه أهم حاجة هو أنا عندي فريق وعندي لعيبة واختيارات ولعيبة محتاجة سقلم بشكل معين وعايزة كلام بشكل معين فبالتالي ما كانش المفروض يعني كان هو النتاج السيئة دي بسبب أنهم ألولو ولا النتاج السيئة دي بسبب أنه لسه ما وصلش للتوليفة المناسبة لسه ما وصلش للخطط الفنية المناسبة معرفش لسه مكانت لعبته لأنه خلي بالحضرك الناشئين دولا العمار الناشئين وسنهم متقلب ممكن تلاعب 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 في يوم في القمة والتاني يوم تلاعب مش في مستوى خالص فعشان كده إحنا محتاجين مديرين فنيين يكونوا قادرين على سياسة إزاي أطلع أفضل حاجة من الناشئ وأسسه صح هو مصنف أصلا خلي بالحضرك ده هو تخصص ناشئين ونجح مع الناشئين واخد ميدالية الأولمبية مع البرازيل فراجل مصنف وعمل معانا نتاج كويسة جدا وطلع عليك خمس ستة لعيبة ولكن قررت عيب